كارم للمزيد من التفاصيل ينضم معنا في الأستوديو مدير مستشفى العامرية الميداني الدكتور براء حميدة سعدون أهلا بك دكتور أهلا وسهلا دكتور بداية هنا قلق في العراق من متحور كورونا الجديد أو ما يسمى أوميكرون يعني ما هي المعلومات حول هذا المتحور ومخاطره طبعا نحن في بداية حديثنا يعني نعرف أنه هذه الأمور طبعا خاصة هذا الفيروس ومشاكل ما على الأسف هو هذا الفيروس كثير الطفرات وكثير التحورات طيب لحد اليوم طبعا أو لحد الآن هو طبعا أكثر من خمس مرات هو تحول أو ساعد في تحورات وطفرات وراثية طيب الطفرات الجينية هو ما تحول الفيروس لأنه بسبب هذا الخطور هذه الطفرات ممكن تكون لها تأثيرات كل شيء عامة ويكون تكون تأثير سلبي على المواطن بدت هي طبعا بسبب هذه الطفرات تحول إلى موجة هسا هي الموجة اللي نقدر نعتبرها حسب التصنيف طيب دكتور إذا سمحت لعلمية لماذا لم يتم السيطر عليه وإنهاء هذا الموضوع بسبب هاي الطفرات ما تقدر تسيطر عليها نهائيا صعبة جدا وطفرات كل شيء خطرة إلى درجة بحيث تأثر على صحة البشر وصحة الشخص والصعوبة أنه تسيطر عليها والصعوبة التشخيصة والصعوبة أيضا تكشف لها لأن حد الآن التحاليل اللي موجودة نحن معتمدين عليها ما ممكن تكتشفه لها السبب يكون خطر طيب دكتور هل الآخذين للقاح سيمنعهم أو عدم سوف لن يصل إليهم هذا الفيروس المتحور الجديد أم ماذا لحد الآن هو تحت الدراسة هو قبل ثلاثة أيام تقريبا أو أربعة أيام إحنا قدرنا نعرف يعني كمعلومات أنه هذا المتحور الجديد اللي هو سمي أم مكرون طبعا نسبة إلى الحروف اليونانية نسبة إلى السابقاته فهو هذا السبب أنه هذا اللقاح أنه ما نقدر نعرف هل هو مفيد أو لا تحت التجارب لحد الآن ولحد الآن ما يعرفون أي نتائج أنه هل أنه اللقاح فعال أو لا هل هو سريع الانتشار؟ نعم حسا خطورة الانتشار ما حسب تصنيف الصحة الأوروبية أنه من مرتفع إلى مرتفع جدا وسريع الانتشار بشكل رهيب إلى درجة خاصة في جنوب أفريقيا خطر جدا طيب هل سجلت وزارة الصحية إصابات بمتحور ومكرون في العراق حتى الآن وفي حال لم تسجل هل تتوقعون أن يحدث هذا الأمر في العراق؟ طبعا عالميا ممكن يحدث هذا الشيء أكيد والحمد لله وشكر لحد الآن ما في أي حالة في العراق لحد الآن لم تسجل أي حالة بس إن شاء الله ما توصل إن شاء الله للعراق وما توصل أيضا بس إحنا أهم شيء لازم نكون حذرين منه لأن هذا المرض ممكن انتشار بسهولة طيب يعني ما هي الإجراءات التي تم اتباعها لمنع حصول إصابات بهذا المتحور سواء الإجراءات الصحية أو الوقائية؟ أكثر دول العالم حد الآن أخذت الجرعة الثالثة من نسبة اللقاح اللي نعرف أن اللقاح هو جرعتين أخذت الجرعة الثالثة كجرعة منشطة لهذه اللقاح وهذا في شيء جدا رائع يعني هو ممكن أنه يفيد البشر أو يفيد صحة البشر لأن اللقاح سيعتبر هو السلاح الأمثل إنه ضد هذا المتحور الجديد وعدنا بالإضافة لهاي طبعا الوقاية ومنع الزحامات طبعا تجمعات نمتنع عنهم هذا في شيء أساسي وجدا بالإضافة طبعا نحن دائما نقولها دائما نقول أنه أكثر البشر دائما يتخوفون من اللقاح أنا أنصح يعني بصراحة أنه اللقاح جدا جدا ضروري حتى نقدر نتسلح بسلاح أنه نبعد نفسنا من هذا المتحور الجديد طيب دكتور أي الأعمار يستهدف هذا اللقاح؟ وهل الأطفال مشمولين بهذا الموضوع؟ هو شيء أكيد حاليا هو أكثر شيء يصيب بالفئة الشبابية هذا المتحور الجديد هو إصابته يصيب بالفئة الشبابية خاصة في جنوب أفريقيا لحد الآن صارت 90 ألف وفات من كوفيد من بدايتها ولحد الآن وصلت للتسعين ألف وفيات والنسبة لفئات جدا عالية خاصة النسبة الشبابية فننصح أنه الشباب يكونوا نحذرين عن اللقاح كذلك الأطفال هل سيأخذون اللقاح؟ نعم حتى الآن الحمد لله وشكر أدنا في العراق بدينا في الأطفال وموجود وممكن لازم يأخذون التخوف سيأذينه بالعكس لازم ننصح للشباب وخاصة الفئة الشبابية والأطفال أن يبدون باللقاح طيب دكتور وصفتم هذا المتحور وصف بأنه الأخطر هل هذا الأمر يدق ناقوس الخطر في العراق إذا ما سجل إصابات كثيرة؟ وهل المؤسسات الصحية مستعدة ثنيا؟ نعم إن شاء الله طبعا إحنا في دائرة صحة الكرخ يعني يوميا يوميا أدنى اجتماع يسمى اجتماع خلية أزمة بمناقشة وبحث كل أمور التي تتخلل هذا المتحور أو أي شيء يتعلق بالكوفيد أساسا والحمد لله وشكر إذا لا سامح الله اثصارت أي حالة في العراق يعتبر خطر ويعتبر هذا فتشيء إحنا لازم نتخذ الإجراءات سريعة والحمد لله إحنا مستعدين لهذه الإجراءات إن شاء الله طيب دكتور ما هو دوركم التثقيفي حتى المواطنين على أخذ جرعات اللقاح؟ الدور التثقيفي طبعا إحنا نبدأ بإحنا أكثر شيء ننصح دائما الموظفين وننصح دائما الناس في كل دوائرنا يعني حتى في دوائر التابعة دائر صحة لحد الآن إحنا نمنع دخول الموظف إذا لم يكون ملقح أو عنده كارت اللقاح هذا فالشيء أنه إحنا دائما ننصح به هذا الموضوع بالإضافة الموظفين للناس أيضا إحنا عدنا مبادرة موجودة في المولات وفي الأسواق أنه مراكز تلقيح موجودة وتننصح الناس أنه لازم يتلقحون وهذا فالشيء أساسي بالإضافة طبعا أساليب الوقاية التي هي التعقيم والكمامات والارتياع هذا حتى نمنع هذه الحالة الانتشارة طيب دكتور هل هناك تفضيل للقاح على آخر أم أنها كلها نفس الجودة نعم هي اللقاحات كلها نفس الجودة لا يوجد أي تفضيل للقاح لآخر بالعكس اللقاح هو واحد وهو اللقاح يمنع يعني هو طبعا ما يمنع المرض وإنما يخفف خطر الإصابة الإصابة بالمرض هو في مضاعفات أحنا نمنع المضاعفات عن طريق هذا اللقاح واللقاح ممكن يقلل هذه المضاعفات طيب من ضمن الإجراءات أو التوصيات هل قدمتم توصية بمنع السفر إلى بلدان معينة أو حتى اللجوء إلى حظر التجول الشامل أو غيرها من الإجراءات في حال قدم هذا الفيروس طبعا هذه الإجراءات هي أكيد هي إجراءات خلية أزمة في وزارة الصحة وفي دائرة صحة الكرخ والأورصافة المهم هو راح أصير يعني كمستوى عالية يعني هي مسؤولة إذا لا سمح الله صارت هي شيء راح ممكن أنه توصل لحد أنه منع التجوال ومنع السفر أيضا في نفس الوقت طيب سؤال أخير دكتور هل قمتم كوزارة الصحة بجولات ميدانية لحث المواطنين أو لإعطائهم جرعات اللقاح نعم في جولات كثيرة أيضا وموجودة في دوائر الدولة وعلى مستوى دائرة صحة الكرخ في موجودة أكثر من جولة حتى حث على اللقاح والمناطق النائية والبعيدة في أطراف أغدال الشيء أكيد نعم أو في أطراف المحافظات الأخرى نعم موجودة أكيد باعتبر أنه لا توجد لديهم مراكز صحية قريبة أو ليست لديهم مستشفيات نعم نعم وجولات كثيرة جدا بالأكس الصحة هو شيء أساسي وإحنا مثل ما قلت لك هو الشيء الأساسي والتسلح من هذا الموضوع هو اللقاح وإحنا هذا فالشيء أساسي طيب أنا أشكرك جزيلا شكرا كنت معي ضيفا كريما مدير مستشفى العامرية الميدانية الدكتور براء حميد السعدون شكرا لك الدكتور شكرا لك